الأستاذ الدكتور وفقان خضير محسن الكعبي يقدم موجزاً لبحثه الوقلاء للرواة الإمام محمد بن علي الجواد عليه السلام فليتفضل الشيخ وفقان خضير محسن الكعبي تاريخ الولادة 1957 1957 حاز على شهادة الدكتوراه في الشريعة والعلوم الإسلامية كلية الفقه جامعة الكوفة عنوان الأطروحة أثر القرآن الكريم في علم الوصول انتسب إلى كلية الفقه جامعة الكوفة مارس التدريس في الجامعات الأهلية له عدد من المؤلفات المطبوعة منها حجية ظواهر الكتاب العزيز ومنها رسائل الشيخ المفيد ومسائل المرتضى وله شرح رسالة الحقوق وله أحكام السائق في التشريع الإسلامي وكذلك آية البسملة في القرآن الكريم وله عدد من الكتب غير المطبوعة وعدد من البحوث نتمنى له التوفيق في بحوته القادم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرف الأنبياء والمسترين محمد وآله الطاهرين تقدم بشكر جزيل لكل الأخوة مع حفظ المقامات والألقاب لإقامة مثل هذه المؤتمرات التي تحيي تراث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ولا سيما أن تشمل الأئمة والنبوة كذلك في أسبوع كامل فهذا نوع من الأحياء لذكر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وأنا أتحدث عن الإمام الجواب عليه السلام وتحدث عن جانب واحد وقسم واحد من الوكلاء الذين أعطاهم الإمام الجواب عليه السلام للوكالة دور مهم ونظام الوكالات في التشريع الإسلامي عرف منذ البحثة النبوية المباركة عند هجرة جعفر للحبسة وفي أيضا الإمام علي عليه السلام عهدي لمالك العشتر وباقي ولاته وهكذا الإمام الحسين عليه السلام لسفيره مسلم بن عقيل واستمرت الأمة الإسلامية بحاجة إلى مواصلة هذا التكامل والبناء العلمي الحضاري في حفظ الجماعة المؤمنة بنظام الوكيل لعدم وصول المؤمنين إلى الإمام المعصوم مباشرة يمكن قضاء هذه الحاجات ويحل المنازعات والقضاء وإيصال الحقوق للمحتاجين أو للإمام عليه السلام عن طريق الوكيل الوكيل على قسمه إما أن يكون مباشرة من الإمام وإما أن يكون بالواسطة لأن الإمام يعطي وكالة إما أن تكون عامة لأحد الوكيلات في مكان محدد وهو يعطي الوكالات لمن يراهم أهلا لهذه الوكالة وما أن تكون خاصة لشخص محدد فهناك مهام جسام كبيرة يتولىها الوكالات عن الإمام عليه السلام تمثلت في مواقف اجتماعية توجيهية حسبية مالية حل المنازعات ولا يعني نختصر الوقت في بيان أهمية الوكالات واستمرارها حتى بعد زمن الغيبة لأن نصلت الضوء على خصوص وكلاء الإمام الجواب عليه الصلاة والسلام وأهم أوصافهم أو صفاتهم العدالة الوثاقة الأمانة وأيضا معرفة والقدرة على الإجابة على المسائل التي تصل إليها هذا النظام يعني نظام الوكلاء له كثير من المشروعية ومنها روي عن الإمام الباقر عليه السلام لإمام إجلس في المسجد وفت الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك هذا نوع من الإذن والتفويض من الأئمة عليه السلام لمثل هؤلاء الوكلاء الوكلاء أخوانا ينتقلون في مناطق كثيرة جدا من أصحاء من رواة الإمام الجواد عليه السلام فنجد منهم في المكة المكرمة في المدينة في الكوفة في البصرة في الأهواز كما ذكر الأخ السابق علي ابن مهزيار الأهوازي وكان من أهم وكلاء الإمام الجواد عليه عبدالله والسلاة والسلام والرسائل لكن أخوانا الملاحظ أن الوكلاء للإمام الجواد عشرة فيكون قليل جدا لأن العصر الذي عاش فيه الإمام هو قليل 25 سنة إمامة الإمام الجواد عليه السلام فلهذه المدة القليلة يكون الوكلاء مشترك بين الإمام الرضا عليه السلام وبين الإمام الجواد وبين الإمام الحسن العسكري وللإمام الحج المنتظر ومنهم ومن أهمهم عثمان ابن سعيد فكان وكيلا للإمام الجواد وكان بوابا له وكان من خلص أصحاب الإمام الجواد بوابا يقف عند دار الإمام حتى يعرف تلك الأسرار والتعليمات التي تصدر من الإمام الجواد عليه السلام الإبراهيم ابن محمد الهمداني كان من وكلاء الإمام عليه السلام وهو من الوكلاء المشترك بين الإمام الرضا وبين الإمام الجواد عليه السلام وله وظيفة الوكالة بأن يأذن لغيره بالوكالة وإعطاء الوكالات يمكن أهم ما توصل إليه البحث من نتائج أهمية نظام الوكالة في التشريع الإسلامي لحفظ الجماعة السالحة والمؤمنة وعقسام الوكالة العامة والخاصة وبقاء واستمرار هذا النظام الوكلاء والوكيل والمعتمد أيضا بعد زمن الأئمة عليه السلام عصر الأئمة إلى عصر المرجعية أيضا كذلك نظام الوكالة نظام موروث من قبل من الأئمة عليه السلام من الوكالة نجد منهم من يكون معلف ومنهم ثقة ومنهم عادل وقد تجتمع فيهم صفات أخرى للإمام الجواض بل هناك بعض الشواض أيضا ولكن من المقترح الذي يمكن أن نقدمه هو توصيات التي يمكن أن نقدمها بعد هذه الجهود الجبارة للمؤسسات للعتبات المسرفة هو أن نريد موسوعة تمثل أهم الوكالة للأئمة عليه السلام ومنهم كتب السيد الإمام الهادي والإمام العسكري عليه السلام والإمام الجواض عليه السلام ولباقي الأئمة عليه السلام موسوعة تحتوي على طراث هؤلاء الوكالاء ومهامهم وشروطهم وأهم مظائفهم وبيان الأحكام التي التي كانت إليهم وخصوصا مثل إبراهيم بن محمد الهمداني أو أيوب بن نوح أو علي بن إبراهيم الأهوازي أو عثمان بن سعيد وعمثالهم من هؤلاء المؤمنين الذين عاشوا في عصر الأمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ومهدوا لنا الطريق لأن نصير بمثل هذا النظام وأتقدم أخيرا بالشكل الجزيل ولجميع الأخوة المؤمنين وأعتذر عن الاختصار لأن الدكتور أسار إلي بذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته الله فيكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا على هذا الاختصار وفقكم الله